السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة هقدم لكم فجرة جميلة جدا لعمل البيتزا هنعمل بيتزا ترضي كل الازواء مناسبة للضايط العادي وللكيتو واللوكارب والمرضى السكري ومقومة الانسولين وحساسية الجلوتين بيتزا مشبعة جدا لان هي غنية بالالياف طريقة تحضيرها سهلة مكوناتها بسيطة جدا يلا بينا نشوف طريقة العمل البيتزا هتكون مشبعة جدا لان هي هتكون غنية بالالياف ليه هتكون غنية بالالياف لان هنعمل القاعدة الاساسية بتاعتها من الكرومب انا محتاجة قطع من الكرومب بالحجم ده كده هنبدأ بقى دلوقتي نقطاها انا قطاها قطع صغيرة نحاول ان احنا قطعها قطع صغيرة بالشكل ده بعد ما قطعت الكرومب قطع صغيرة بالشكل ده هناخده بقى دلوقتي ونحطه في مصفى كده ونخسله كويس قوي وبعد كده هنبدأ نعمل بقى الخطوات التانية اول حاجة انا محتاجة اسوي الكرومب شوية علشان البيتزا دي مش هتاخد وقت كتير في الفرن هنجيب بقى دلوقتي طاصة وهنحط فيها حتة سمنة صغيرة او حتة زبدة اي نوع بقى مادة دهنية انتو عايزينه انا هستعمل هنا سمنة حيواني ممكن تستعمله سمنة بلدي او زيت زتون او زي ما انتو عايزين وهنحط بقى دلوقتي القطع بتاعة الكرومب بعد ما خسلناها وصفنا كويس جدا من المية وهنبدأ بقى دلوقتي نشوح الكرومب كده لغاية لما يدبل معانا انا عايزا يكون كامل سوا لان البيتزا دي مش هتاخد وقت في الفرن دلوقتي علشان الكرومب يدبل معانا بسرعة هنحط بقى دلوقتي ملح الهملاية او ممكن تستعمله الملح العادي انا حطيت تقريبا كده حوالي نص معلقة صغيرة وهنقلب بقى دلوقتي الكرومب كده علشان يختلط كويس مع المادة الدهنية وكمان الملح اللي احنا حطناها وبعد كده هنغطي بقى دلوقتي على الطاصة وكل شوية نقلب في الكرومب لغاية لما يستوه معانا كويس قوي زي ما هنشوف دلوقتي اهم حاجة ان الكرومب يستوه معانا كل شوية بنقلب باستمرار كده لغاية لما يكون معانا بالشكل ده خلاص كده بيكون جاهز هنقفل بقى دلوقتي عليه النار ونسيبه على جنب على ما نجاهز الحشوة بتاعت البيتزا المكونات معانا بسيطة وممكن نغير فيها شوية انا معايا هنا الكرومب اللي احنا شوحناه دلوقتي ومعايا كمان ثلاث بضات والحشوة انا هحط سجوء او ممكن تحطه اي حاجة تانية وكمان معايا هنا صلصة دي صلصة مناسبة للكيتو دايت بصلة متشوحة كده بصلة صغيرة وبعد ما تتشوح نحط عليها طماطم عصير طماطم والبهرات اللي انتو عايزينها ونسيبها لغاية لما تتسبك وكمان معايا هنا كمون وفلفل اسود وكسبرة نشفة وكمان بابريكا ومعايا ملح وكمان معايا زعتر لان انا محطتش في الصلصة دي زعتر فاستعمل اللي هو زعتر البر الأورجانو ومعايا كمان هنا جبنة مزارلة هي دي المكونات المكونات بسيطة اوي هنبدأ دلوقتي نجهز الوصفة هنجيب دلوقتي طبق كبير وحط فيه الاول كده البيت انا هنا هستعمل ثلاث بيضات كبارة علشان يمسكوننا القاعدة بتاعت البيتزا هحط دلوقتي البيت بالطريقة دي كده وبعد ما حط البيت هقلبه بالمضرب اليلوي وهضيف عليه دلوقتي رشة ملح بسيطة جدا مش هنقطر الملح لان محطوط ملح في كل المراحل فنحط رشة بسيطة اوي خدوا بالكو علشان الملح ما يكترش منكم هحط رشة ملح بسيطة اوي وهحط كمان دلوقتي باقي البهرات التانية هحط دلوقتي رشة بسيطة من الفلفل الاسود وكمان هحط رشة بسيطة من الكمون ورشة بسيطة من القصبرة الناشفة وكمان رشة بسيطة من البابريكا ممكن تحطوا اي بهرات انتوا عايزينها بعد كده هقلب البيت مع البهرات وبعدين هضيف عليهم الكرومب اللي احنا شوحناه في اول الفيديو وبعد محطيت الكرومب كله على البيت والبهرات هنقلبهم بقى دلوقتي مع بعض كويس وكده خلاص بتكون جاهزة معانا القاعدة بتاعت البيتزا هنقلبهم مع بعض بالشكل ده ودلوقتي بقى هنبدأ نجاهز البيتزا خلاص المكونات كلها جاهزة معانا دلوقتي طبعا انا شغلت الفرن علشان يسخن معانا شوية وفي الوقت ده هنبدأ نجاهز البيتزا انا جبت هنا صنية دي مقاس 24 وحط عليها ورق زبدة يكون نوع كويس ما يلزقش فيه المكونات وهنحط بقى دلوقتي الكرومب والبيت وهنساوي كده السطح بتاع الصينية نوزع كده الكرومب كويس او كمان البيت بالطريقة دي كده ودلوقتي بقى هنبدأ نحط بقى الحاجات التانية اه انا هحط على الوش دلوقتي كده رشة من الارجانو اه طبعا الارجانو يا جماعة هو اللي هيزبط لنا جدا طعم البيتزا وده اختياري لو مش عندكم مفيش اي مشكلة الغوم من الوصفة وبعد كده هحط على الوش القليل من الصلصة اه زي ما قلت لكم الصلصة دي انا مجهزها من قبل كده وبسيبها في التلاجة علشان تكون جاهزة معايا اه دلوقتي بعد ما وزعت حوالي كده معلقتين او ثلاثة اكبر من الصلصة على الوش هنبدأ نحط الحشوة والحشوة بتكون معانا حسب الرغبة انا هنا هستعمل الحشوة عبارة عن سجوء متخن طبعا ممكن تحطوا اي حشوة انتوا عايزينها ممكن تستعملوا لحمة مفرومة او فراخ متعصجة مفيش اي مشكلة او حتى لو عندكم بواقي لحمة او بواقي فراخ مسلوقة او مشوية ممكن تقطعوها قطع صغيرة وتحطوها على الوش اه انا دلوقتي بعد ما وزعت السجوء بالشكل ده هنحط بقى اخر حاجة وهي الجبنة المتزرلة على فكرة برضو ممكن تحط الحشوة طباطب وفلفل وزاتون مفيش اي مشكلة اه دلوقتي بقى حاول ان احط شوية كده من الجبنة المتزرلة على الوش مش لازم نقطر قوي انا هنا بستعمل جبنة متزرلة المراعي كامل الدسم دي مناسبة للكيتو دايت لان هي خالية من الزيوت النباتية في منها برضو نوع تاني هي جبنة متزرلة برضو المراعي لايت الكيس بتاعها لونه تقريبا يا احمر يا بنك دي مناسبة للضايت العادي او ممكن تستعملوا اي نوع جبنة متزرلة مناسبة للضايت بتاعكو دلوقتي بعد ما حطيت شوية كده من الجبنة المتزرلة على الوش خلاص بتكون البيتزا جاهزة معانا ان هي تدخل الفرن ودي بتكون معانا المكونات اللي انا استعملتها في الوصفة بالزبط وخلاص كده البيتزا جاهزة معانا ان هي تدخل الفرن بتدخل على فرن السخن على درجة حرارة 180 وبتعد في الفرن من 10-15 دقيقة او لغاية لما البيتزا يستوي والجبنة تسيح وتطلع معانا بالشكل ده انا مشغلتش الشواية احمر الوش بتاعها هي بدأت تاخد اللون الاصفر ده فمحبتش ان انا احمرها وبتكون معانا بالشكل الجميل ده بتعد في الفرن بس حوالي 10 دقايق كده او لغاية لما البيتزا يستوي ويسيب معانا الورق الزبط بالشكل ده خلاص كده بتكون جاهزة معانا ودلوقتي هنبدأ ان اقطع البيتزا طبعا قطعها بالطريقة العادية خالص على شكل مسلسات وقطعها بالحجم والشكل اللي انتوا عايزينه واحلى حاجة للبيتزا نيات التاكل وهي سخنة بعد ما قطعتها بالشكل ده يلا بينا بقى نقدمها بتكون معانا بالشكل الجميل ده وعلى فكرة متماسكة وطعمها طحفة احلى واجمل بيتزا انا اكلتها في الكيتو دايت وكمان طبعا هي مناسبة للدايت العادي شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي ومتمسكة وطعمها اكتر من رائع جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكوا اوي طعم البيتزا جميل جدا ومش باين فيها طعم الكرومب ابدا وممكن ان احنا نحتفظ بباقي الكمية في الفريزر ونطلعها وقت التسخين نحطها في المايكرويف بتطلع كأنها لسه معمولة بالزبط جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم وكده قدمت ليكم احلى واجمل بيتزا غنية بالالياف مش باعة وطعمها جميل جدا وكده قدمت ليكم احلى واجمل بيتزا مش باعة من غير دقيق من غير نشويات خالص مناسبة لكل انواع الدايت والكيتو واللوكارب ومرضى السكري ومقاومة الانسرين وحساسية الجلوتين اوعى تنسوا اللايك والشير للفيديو وبالف هنا وعافية